جاءت الانطلاقة الرسمية لمشروع الألياف الضوئية العابرة للصحراء بمدينة مسكوري حاضرة ولاية حجر لميس تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو والهدف من هذا المشروع هو تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات حاكم ولاية حجر لميس أحمد الخضر علي فاضل أثناء كلمته الترحيبية شكر رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو على هذا المشروع الحيوي الذي يساهم بشكل أساسي في تطوير المجتمعات النامية أما المنصق العام لمشروع الألياف الضوئية بشات حبيب محمد عبدالعزيز قدم نبدة مختصرة حول الأهداف الرئيسية لمشروع الألياف الضوئية العابرة للصحراء وكيفية الاستفادة منها وخاصة القرى والأريافة الذي يمر بها الخط الرئيسي للمشروع وبعدها تعددت الكلمات جلها تمحورت حول أهمية هذا المشروع الذي سيدمج الدول في بعضها البعض أما الوزير الدولة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي محمد اللهو طاهر قال إن هذا المشروع سوف يربط عدة محافظات وسيقطي مساحات واسعة بخدمات الاتصالات والأنترنت وأن تكلفة هذا المشروع تقدر بحوالي أكثر من عشرون مليار فرنكا سفا مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ إطار قانوني وتنظيمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم والاستفادة منها في هذا الوقت الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية محمد برق حسن ممثلا لرئيس الجمهورية أشاد بهذا المشروع الجوهري وبجهود الفريق الفنية والتقنية المنفذة للمشروع مؤكدا على أهمية تكتيف ساعات العمل وبشكل متواصل لإنجاز هذا العمل وفق البرامج الزمني المحدد والمخطط له نظرا لأهمية المشروع الحيوية بالنسبة للمناطق الرفية الأكثر حرمانا من الخدمات الاتصالات والأنترنت هذا وفي نهاية المناسبة قام الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية محمد برق حسن ووزير الدولة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي محمد اللهو طاهر بوضع حجر الأساس إيدانا لبدء العمل لهذا المشروع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة